ومن بغداد ينضم ليلة مراسل الغد مصطفى القطان يعني مصطفى تفاصيل أكثر عن هذا الهجوم وهذا الاستهداف نعم طبعا هذا الهجوم الذي حدث ليلة يوم أمس استهدف قواطع تابعة أمنيا للحجد الشعبي شمال العاصمة عراقية بغداد تحديدا في منطقة الطارمية المصادر الأمنية تحدثت عن استهداف الاستهداف في البداية كان باستخدام سلاح القناص أدى إلى مقتل عدد من عناصر الحجد الشعبي أحدهم قيادي في الحجد الشعبي طبعا خرية الإعلام الأمني ذكرت بأن عدد الذين قتلوا في هذا الهجوم هم أربعة أشخاص لكن مصادر أخرى من داخل الحجد الشعبي تحدثت عن سقوط قرابة سبعة أشخاص إضافة إلى عدد آخر من الجرحى طبعا منطقة الطارمية أي إحدى مناطق التي ربما تدرك قوات الأمن العراقية بأنها من مناطق الحساسة التي تستخدم في بعض الأحيام من قبل عناصر تنظيم داعش لشن مثل هكذا هجمات التي شهدها العراق وشهدتها العاصمة العراقية بغداد ليل يوم أمس باعتبار أن هذه المنطقة هي من المناطق الرخوة أمنيا وتستوجب أن يكون هناك جهد أمني مكثف في هذه المنطقة من أجل الحلول دون وقوع مثل هكذا هجمات بعد التعرض أو الهجوم الذي حدث ليل يوم أمس كان هناك انتشار أمني كبير في هذه المنطقة رسالة عزيزات عسكرية للتواجد في منطقة الطارمية انطلاق عملية أمنية لتمشيط هذه المنطقة وكذلك القاء القبض على الذين نفذوا هذا الهجوم من عناصر تنظيم داعش قوات الأمن العراقية أكدت بأنها سوف تقوم باتخاذ إجراءات أمنية مشددة وجديدة من أجل أن يكون هناك طوق أمني في محيط منطقة الطارمية التي تستخدم من قبل عناصر التنظيم بشأن مثل هكذا هجمات وكذلك تستخدم كمخابئ لإطلاق هجمات أخرى على مناطق في متفرق من العاصمة العراقية بغداد وبعض المحافظات الأخرى والحجد الشعبي أكد بأنه سوف يتخذ إجراءات جديدة في هذه المنطقة من الأجل الحالولة دون سقوط عدد من مقاتليه في الطارمية أو في مناطق أخرى من العراق نعم شكرا مصطفى القطان من بغداد مراسل الغد ترجمة نانسي قنقر